وفي أخبار المحافظات شهدت عدد من المحافظات مجموعة كبيرة جدا من الأحداث أبرزها كان تخصيص 47 مليون جنيه كقيمة للخطة الاستثمارية في بركة السابع بمحافظة المنوفية كمان كان فيه شوان وصوامع البحيرة اللي استقبلت 82.531 طن من محصول الأمح لموسم الحصاد فيه كمان في محافظة شمال سيناء هيتم افتتاح المسجد الكبير في الشيخ زويد وأخبار تانية من محافظات متعددة عن عرفها في سياقها التقرير محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث أبرزها أن محافظة المنوفية أعلنت أن جملة الاستثمارات بمشروعات الخطة الاستثمارية بمركز مدينة بركة السابع للعام المالي 2023-2024 بلغت 47 مليون جنيه تضمنت رصف وتطوير عدد من الطرق الرئيسية والفرعية وإنشاء أسواق ومواقف نموذجية جديدة وتدعيم الوحدات المحلية ودعم وصيانة منظومة الإنارة والحملة الميكانيكية لارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في تغيير وقاعهم إلى الأفضل تماشياً مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 محافظة البحيرة أكدت أن إجمال ما تم توريده لإشوان وصوامع المحافظة بلغ 82,531 طن من محصول الأمح لموسم حصاد 2024 من إجمال المساحة المنزرعة بالأمح لهذا العام واللي بتبلغ 290,089 فدين من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة محافظة شمال سينة افتتحت المسجد الكبير في مدينة الشيخ زويد بحضور القيادات التنفيذية والشعبية ومشيخ القبائل والعواقل وأعضاء المجموعة البرلمانية وده في إطار احتفالات المحافظة بعدها القومي والذكرى الثانية والأربعين لأعيات تحرير سينة بجانب افتتاح عدد من المشروعات بالشيخ زويد بهذه المناسبة منها رفع كفاءة وتطوير عدد 130 وحدة سكنية مدرية الأوقاف في محافظة الإسكندرية عقدت 63 مقرأة قرآنية للجمهور بمساجد الإسكندرية بإشراف ومتابعة شؤون القرآن الكريم بالمدرية في إطار سعي الوزارة لنشر الوعي والفكر الوسطي المستنير وتنشيط العمل الدعوي الوحدة المحلية المركز مدينة دسوء بمحافظة كفر الشيخ أعلنت عن فصل التيار الكهرباء اليوم السبت عن 13 منطقة وقرية بمختلف أنحاء المركز من الساعة 9 صباحا حتى الساعة الواحدة مساءا من أجل تنفيذ أعمال الصيانة الدورية الطريقة واللازمة لعدد من المحاولات والمغزيات وبتشمل مناطق مدينة دسوء، منطقة المساكن، منطقة تقسيم رجب، منطقة مركز الأرياف، منطقة شارع الاستاد منطقة مستشفى دسوء العام، منطقة مدارس علي جابر، وقرية شباس الملح، وقرية شابة، وقرية العجوزين، وقرية الكنيسة، وقرية كفر العرب، ومنطقة محطة صرف الدأدوي مدينة دهب شهدت بدء فعليات ماراثن دهب الرياضي للجري في نسخته التاسعة اللي بتنظم وزارة الشباب والرياضة بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء بمشاركة متسابقين من 13 جنسية من مختلف دول العالم انطلق الماراثن من منطقة الممشى، وانتهى عند منطقة اللاجونة واستنبهار من المشاركين بالطبيعة السحرة لمدينة دهب مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد أعلنت عن بدء العمل في تطوير ورفع كفاءة ميدان كومانبو ومدخل شاطئ المدينة بالتنسيق مع أشغال هيئة قناة السويس بمحافظة بورسعيد وده تماشياً مع خاطة التطوير الموسعة اللي بتشهدها المدينة بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين واستعادة الوجه الحضاري لمدينة بورفؤاد اشتركوا في القناة